السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتيكم مو بروف الفرنسي اليوم لنا درجة جديدة في اللغة الفرنسية فلنبدأ على بركة الله شكرا مرحبا بكم على قناتيكم مرحبا بكم على قناتيكم ولا غير ذلك استكشف الكلمات وهي الصفات العددية واسمي الصفات العددية يلا تبعوا معي نقدم لكم الدرس الآن وعود نبدأ ونضيروا التمارين التمارين المختارح والتمارين تلك الكتاب يلا تبعوا معي في الإكتران يلا نبدأ معي في الفيديو في الفيديو نبدأ في الفيديو المتحدد المتحددة يسألون أن أقول قال للمتحددة 1, 2, 3, 15, 100, 100 المتحدد المتحددة تلك يوجد ما؟ ما هادي ساعدني طاعدة غالك لزاجيكسيف نوميرو كاردينو سيرف ايكريف ان توت لاتر لشيفر 1 2 3 15 100 غالك لزاجيكسيف نوميرو كاردينو هي الصفات العددية الصفات العددية اللي نكتبوها قابل حروف كما 1 نكتبوها بالحروف 2 نكتبوها بالحروف 3 نكتبوها بالحروف نكتبوها بالحروف الزاجيكسيف نوميرو كاردينو سيرف ايكريف قالك الزاجيكسيف نوميرو كاردينو سيرف ايكريف صفات العددية ده هي ليست متغيرة يعني ما تتغيرش في الفمينة أو البلوغيال ما تتغيرش كانوا واحد القواعد اللي لازمنا نغيرهم ده نوريهم لكم هاديتكم ايكزمبل هايا اللي كاتر بيروكي سان بو ها كاتر مرفديتش الاس صحي؟ ها كاتر مرفديتش الاس ثلاث حالات تتغير اللي تتغير صوف يون ولا يعني واحد بمعنى وحدة مثل وعندنا لدينا حالة اخرى الصان والذان الصان والذان تأخذ صانع عندما يتحدث عن الاجتف نمير الذي يتحدث ويسرون ويسرون في نطر نطر مثل كترسان صحيح؟ الصان والذان يعني المئة والعشرين يقول لك يرفضوا الاس كي يكون قبلهم عدد كي يكون قبلهم اجكتف نميرا كي يكون قبلهم صيفات عددية كي يمتبليئ ويسرون في نطر 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 ويقول لك يعني أعطيت لكم مثل كي يسمي يقول لك كترسان كترسان يقول لك كي يسمي لذلك القبرة ستقبلها 4 في هذه الحالتين في هذه الحالة التي تغير العدد يقومون بحيو لذلك سنقوم بحيو سنقوم بحيوه سنقوم بحيوه هذا المثال 45 بمعنى 85 45 بمعنى 85 سنقوم بحيوه هل ترى 20؟ لا يوجد لأس لذلك القبرة مرها 5 نقوم بحيوه نقوم بحيوه 210 210 200 100 لا يوجد لأس لذلك القبرة مرها عدد صفة عددية نقوم بحيوه نقوم بحيوه نقوم بحيوه نقوم بحيوه نقوم بحيوه الصفات العددية هم الصفات العددية غير متغيرة ما عادة 1 تقول في الفميناء 1 وصن 20 تقوم بحيوه صفات العددية صفات العددية وصن 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 يرفضوا صفات العددية أعطيتكم 80 هذا 80 وصن ترفض لقبرة قبلها عدد صفات العددية يعود 400 400 رفض 100 رفضت لقبرة صفات العددية وكاين نقوم بحيوه مراهم مع صفات العددية صفات العددية يعني تكون وسط صفتين عددية بمعنى 45 هنا 20 وصن لا يرفض هنا 4 55 20 لا يرفض 20 لا يرفض لقبرة بيناتهم وسط صفتين عددية صحيح؟ 210 صحيح؟ أعطيتكم تمرين مقترح أكتب أكتب الأعداد بالأرقام أكتب أعطيتكم 1 1 ليون 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 بمعنى الأسر لا بمعنى لا بمعنى ليون 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 بمعنى حمزة حمزة أعطيت ثلاثة قطة حمزة حمزة أعطيت ثلاثة قطة لبنة أم حمزة حمزة ثلاثة 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 مرحبا بكم مجددا يلا نحلو التمرين هنا كيفش جي؟ أم لأن نحن لماذا توجد إصد يمو بمعنى بمعنى المترجم الى البعض إذن يقوله حمزة دان ثلاثة 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 دائما ثلاثة 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 الاس نديرو ها نفسان لما نديرو هاش نديرو الاس والاش لقبل رها صن ماجيا قبلها صفة عادية البروساد 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 الاجectif نوميرو alors on ajoute الاس دaccord ديزئم يقولك اكري لنبرة لك لكرداري سلم عادية قال لك اكمل الحيوار مع بالعرفة بالحروف وعود اقراه مع الزملات تاك هاو الحيوار grand-mère nous avons acheté 5 tickets pour entrer au manage du parc grand-père le ticket coûte 100 dinars ici le total est 500 dinars grand-mère et voilà les marchands de jouets يسين je veux acheter cette gazelle en peluche elle coûte 2000 dinars نريمان ce joli lion coûte 1000 dinars يوسف ces jouets coûtent très cher moi il ne me reste que 50 dinars dans ma poche نريمان ne sois pas triste je vais te prêter un peu d'argent إذن ديرو پوز لابدو رحو حلوه معاود نصحوح أماعباد إذن grand-mère grand-mère nous avons acheté 5 tickets pour entrer au manège du parc je vais te dire qu'on va 5 7 10 pour entrer au manège ستكون قديراً عبارة ستكون 100 دينار ستكون 10 ألف ستكون 100 كيف أكتب 100 ياسين ستكون 500 دينار ستكون ستكون 500 دينار ستكون 500 دينار كيف أكتبع وأكتبع ستكون 300 دينار يسينا نقول لهم بلانيباري نشري هاد الغزالة اللي مخدومة بكام صوفة فيها الصوف اله كوت 200 دينار اه 2000 pardon 2000 دينار alors 2000 كيفاش نكتبوها voilà 2000 دينار نريمان هذا جولي ليون كوت 1000 دينار نريمان قلتوها بلهاب اله اله الساد يتسترام 1000 دينار إذن 1000 كيفاش نكتبوها oh pardon 1000 دينار عود يوسف سيجوه كوتس سيجوه كوتس 50 دينار دان ما بوش 50 كيفاش نكتبوها voilà 50 دينار دان ما بوش يوسف قال لهم بلي انا مباقي لي مع هاد الالعاب مغالين بزاف و انا مباقي ليش غير خمسين دينار نريمان قال لهم نَسْوَا تَعْضِي جَوَي تَعْضِي آآ مَا تَعْضِي قال لهم بل ما تحزينج قال لهم أنا قدي نعطي لك نو نسلف لك الدراهم صحي؟ نقول لهم قدي نسلف لك الدراهم إذن عود نقرأها مع بعض غم Nous avons acheté 5 tickets pour entrer au ménage du parc Grand-père, le ticket coûte 100 dinars Yesine, le total est 500 dinars Grand-mère, et voilà les marchands de jouets Yesine, je veux acheter cette gazelle en peluche Elle coûte 2000 dinars Ce joli lion coûte 1000 dinars Youssef, ce jouet coûte très cher Moi, il ne me reste que 50 dinars dans ma poche Neriman, ne sois pas triste Je vais te prêter un peu d'argent Et voilà, on a terminé la séance d'aujourd'hui Et la vidéo d'aujourd'hui Merci de voir cette vidéo N'oubliez pas pour partager la vidéo avec vos amis Et met des j'aime et des commentaires sur cette vidéo Et n'oubliez pas pour m'abonner sur la chaîne Au revoir